خمسمائة واثنان وستون مليار شكل ميزانية الحكومة الإسرائيلية التي تم المصادقة عليها بأغلبية تسعة وخمسين صوتا ومعارضة من ستة وخمسين أرقام متقاربة تدلل على تخوفات استقرار الحكومة ما بعد إقرار الميزانية فقضايا الجدال والخلاف كثر نجاح حققه بانت مؤكدا أن تمرير الميزانية جالب للاستقرار والعودة للمسار الصحيح مبددا مخاوف ذهب لجولة انتخابات خامسة خلال أربع سنوات وأضف بانت في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك أن الحكومة برئاسته تعمل جاهدة من أجل مواطني الدولة مشيرا للدور الذي بدله الائتلاف لتمرير الميزانية في حين أرجأ رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية تشريعات إلى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة بهدف منع خلافات من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة وأن تقود إلى سقوطها واعتبر رئيس الحكومة بينت ورئيس الحكومة البديل يائر لبيد أنه عقب المصادقة على الميزانية ستتراجع رغبة الأعضاء في الكنيسة في الاتلاف بإسقاط الحكومة وبالإمكان البدء في بناقشة قضايا لا يوجد اتفاق شامل حولها ومن قضايا الخلاف في الحكومة التي تهدد استقرارها مشروع تقييد فترة ولاية رئيس الحكومة ومنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة وتمديد سريان بند منع لمشم للعائلات عدا عن خلافات توسيع صلاحيات الشرطة من أجل تفتيش بيوت وأماكن دون إذن محكمة إلى جانب الخلافات حول توسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية